مهندس شاب ناجح في عمله يطيع الله ورسوله ويعامل الناس بإخلاص لوجه الله تم اختياره في المؤسسة التي يعمل بها للذهاب إلى دولة أوروبية لدراسة بعض الطرق الحديثة في تخصصه ورغم رفضه لهذا الاختيار لعدم حبه للسفر والبعد عن جدوله الذي وضعه لخدمة الناس إلا أنه وافق في نهاية الأمر لإصرار رئيسه في العمل على سفره لكونه أنجح وأمهر من بالمؤسسة سافر الشاب وكان يذهب إلى عمله ثم يعود إلى حجرته يتفرغ تماما لعبادة الله وظل على هذا الحال مدة ثلاثة أشهر وفي أحد الأيام وكان يوم عطلته قرر التنزه ورؤية بعض الأماكن وأثناء جولته في منطقة ريفية بعيدة عن المدينة التي يسكنها فوجئ ببعض القساوسة والرهبان يخدعون الناس من أهل بلدتهم ومن بلاد أخرى ويقولون لهم من أراد أن يدخل الجنة فليدفع ثمن قطعة أرض هناك ليضمن دخولها ونحن معنا عقود الملكية لمن يريد أن يشتري تعجب الشاب التقي من كذب هؤلاء القساوسة والرهبان وتعجب أكثر عندما وجد كثيرا من الناس يتهافتون ويدفعون ثمن هذا الوهم بل وأحدهم يعطيهم كل ما يملك من مال وقد باع أرضه وأنعامه كي يشتري أرضا له في الجنة كما زعم الرهبان مر هذا الشاب أمام زحام هذه الكنيسة وفكر قليلا ثم قال بنفس لغتهم التي يجيدها أيها الناس لماذا هذا الزحام الذي أراه نظر الناس إلى الشاب وعلم من ملامحه بأنه غريب فحكوا له الموقف وأخبروه أن القساوسة يبيعون أرضا في الجنة حتى لا يدخل أحد منهم النار فابتسم وأخرج المبلغ الكبير الذي معه وذهب إلى كبير القساوسة وقال له أنا أريد أن أشتري النار تعجب الجميع ونظروا لبعضهم ثم وافقوا لأن الأمر بالأساس ليس له أساس من الصحة وكله ضحك على الناس وبعد موافقتهم قال لهم أمام كل الحاضرين المتزاحمين خذوا هذه الأموال وأعطوني وثيقة بأنكم قد بعتم لي النار أعطى القساوسة للشاب الوثيقة التي طلبها فالتفت إلى الناس وقال لهم أيها الناس ارجعوا بأموالكم لا حاجة لشراء أراضي لكم بالجنة لقد اشتريت النار كلها ولن أسمح بأحد أن يدخل فيها فرح الحاضرون وخاصة الفقراء وهللوا ثم خطب فيهم خطبة جعلتهم جميعا يشعرون بأن ما قام به القساوسة إنما هو كذب وله وأن الجنة لا يملكها إلا الله وبعد حوار طويل علموا أن الشاب مسلم وعندما شاهد عدم اقتناع بعضهم بالإسلام قال لهم ما هو تصوركم عن الله عندي أربعة شروط من يجدها في إلهه سوف أكون معه وأتبع ديانته الأول أن يكون هذا الإله واحد متفرد عن كل الخلق لا شبيه له ولا نظير والثاني أنه صمد الجميع يحتاجون إليه وهو لا يحتاج لأحد والثالث أنه لم يلد ولم يلده أحد لأنه لو كان مولودا فإنه كان في عدم قبل الولادة فكيف يكون إلها؟ أما الشرط الرابع أنه لا مكافئ له ولما لم يجبه أحد قال لهم هذه شروط إله الذي أعبده قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وبعد تفكير قليل اقتنعوا بكلامه واعتنق كثير منهم الإسلام وطلبوا منه أن يظل في قريتهم يعلمهم أمور دينهم الجديد فوعدهم بذلك ثم سجد لله شكرا وأثناء عودته لمكان إقامته بكى من الفرحة وحمد الله كثيرا وعلم أن إرادة الله هي التي جعلت رئيسه يختاره للسفر ثم يأتي إلى هذه القرية ويحدث ما حدث وبفضل الله كان سببا في دخول الآلاف من أهل هذه القرى الإسلام وكان يوصي كل من نطق بالشهادتين أن يدعو غيره للإسلام ويقول له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم وقال أيضا من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين رجل أمريكي يملك ثروة هائلة وعنده شركات وأموال ولكنه لم يشعر بالسعادة يوم من الأيام وكان عنده موظف عربي مسلم يعمل في شركته وكان راتبه قليلا وكلما دخل عليه صاحب العمل الأمريكي رآه مبتسما وهو صاحب الملايين لم يبتسم بسعادة في يوم من الأيام فقال الأمريكي في نفسه أنا صاحب الشركة وأمتلك أموالا لا حصر لها ولا أبتسم ولا أشعر بسعادة أبدا وهذا الفقير الذي يعمل عندي أراه كل لحظة سعيدا ومتفائلا فجاءه في أحد الأيام وطلب الجلوس معه ففرح الموظف كثيرا ثم سأله صاحب العمل عن ابتسامته الدائمة فقال له أنا سعيد لأنني مسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فسأله في دهشة هل يعني هذا أن المسلم سعيد طوال أيامه كيف ذلك؟ قال الموظف المسلم له نعم المسلمون سعداء طوال أيامهم لأننا سمعنا حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وأمورنا كلها بين السراء والضراء أما الضراء فهي صبر لله وأما السراء فهي شكر لله ولذلك حياتنا كلها سعادة في سعادة ثم أخرج له العامل صورة لطفلة جميلة وقال لصاحب العمل هذه صورة ابنتي ومنذ شهر علمت من زوجتي أنها مرضت وظلت في الفراش ثلاثة أيام ثم توفاها الله ورغم حب الشديد لها إلا أنني صبرت ولم أجزع فهي أمانة من الله رزقنا بها ثم استرد أمانته في الوقت الذي قدره وقد ألهمني الله الثبات والرضا وذهبت إلى عملي ولم يلاحظ أحد من أصدقائي في العمل بفقدان لابنتي فقد كنت أبتسم كعادتي لأني أعلم تماما بأن الله سيعوضني خيرا تأثر صاحب العمل من كلام الموظف الشاب ثم قال له أريد أن أدخل في هذا الدين قال الموظف اشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله في نفس اليوم أعلن هذا الأمريكي عن عقد اجتماع لكل من بشركاته صباح الغد وفي الاجتماع قال أمام الجميع أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ثم انفجر يبكي أمام الناس فجاء من يريدون التخفيف عنه وبعد أن انتهى من البكاء سأله أحد الحاضرين ما الذي أبكاك؟ قال والله دخل في صدري فرح لم أشعر به منذ سنوات لقد تأكدت أن انشراح الصدر لا يكون بكثرة الأموال أو الأولاد ولا بالاستسلام لشهواتنا وفعل ما نريد فكل هذه المعاصي تأتي بالضيق أما انشراح الصدر فشعرت به لأول مرة حينما أيقنت أن لي ربا يسمعني ويراني ويخبرني بأن كل ما يحدث معي هو خير لي ومنذ إسلام هذا المليونير الأمريكي وهو يشعر بسعادة دائمة ويوميا يقرأ القرآن ويتصدق وينفق ولا تفوته الصلاة بل وأقنع الكثير من أصدقائه حتى نطقوا بالشهادتين ودائما يقرأ لهم هذه الآية الكريمة أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين الله الذي نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية قشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تليل جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد في أحد مساجد العاصمة وبعد أن سلم الإمام من صلاة المغرب قام شاب أسمر البشرة ضخم الجسم لم يره أحد من قبل بالمسجد واستأذن من الإمام وأمسك مكبر الصوت واتجه بوجهه إلى المصلين ثم قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم وبدأ يقرأ سورة الفاتحة آية آية حتى ختمها بلهجة تقترب من الأعجمية لولا أن السامع يعرف سورة الفاتحة لما فهم من كلام هذا الرجل حرفا واحدا وبعد أن أتم القراءة أغلق المايكروفون وتوجه إلى مؤخرة المسجد وصل النافلة ثم خرج كان الإمام ينظر إليه حتى أتم نافلته فتبعه وفي ذهنه مئات التساؤلات ما الذي دفع بهذا الشاب لفعل ما فعل لا صوت جميل ولا نطق سليم ولا تجويد ولا ترتيل وعندما لحق به الإمام سأله عن ذلك فكانت المفاجأة عندما رد الشاب قائلا أنا أمريكي ومسلم جديد أسلمت منذ يومين فقط وقد أصبح اسمي مصطفى وقد قرأت كتابا مترجما عن الإسلام وتبليغه للناس أعطاني إياه صديق المسلم فوجدت في الكتاب حديثا رائعا ساقني لفعل ما فعلت وهو حديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية وأنا أحفظ سبع آيات فبلغتها الليلة فالمسلم الحق هو الذي يبلغ دين الله وأنا عندما دخلت الإسلام تغيرت حياتي من أول لحظة من الشقاء إلى السعادة ومن الظلام إلى النور فكيف نحرم الإنسانية من هذا الخير العظيم وقد علمت أن خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم دعا أمته لتقوم بتبليغ دعوة الإسلام وبهذه المهمة جعلنا الله خير الأمم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون سأله الإمام وكيف أسلمت؟ هل أحد من دعاة الإسلام دعاك أو تكلم معك؟ قال مصطفى تأثرت من شاب غير محافظ على الواجبات وهو الذي أهداني الكتاب وكان سببا في إسلامي لقد تعجبت منه فإنه مع تقصيره وارتكابه لبعض المعاصي كان داعيا لله وهذا لا يوجد في غير الإسلام فالمسلم المقصر مثل صديقي هذا ينسب الخطأ والتقصير لنفسه ويلوم نفسه ويثني على الإسلام ويمدح المتمسكين به ولا يرضى لأحد أن يسيئ للإسلام وأهله وقد رأيت كثيرا من الشباب الذين كنت أجلس معهم على المعاصي يقولون لي إن الدين الإسلامي دين عظيم ولكننا نحن الذين قصرنا في حق أنفسنا فتعجبت منهم على هذه الجرأة وهذه الصراحة المتناهية لأنني عندما كنت في النصرانية كنت وكل من معي ننسب الخطأ والتقصير للكنيسة والدين ونبرئ أنفسنا من النقص لكن المسلمين عكس ذلك تماما لقد تأثرت من هذا الموقف وكان هو السبب الكبير في تغيير ديانتي من النصرانية إلى الإسلام والحمد لله وزاد اقتناعي بالإسلام بعدما وجدته يصف ربنا بصفات عظيمة تليق بجلاله أحد فرد صمد منزه عن النقائص بينما كل الأديان تسيء في وصفه جل في علاء ابتسم الإمام واحتضن الشاب الأمريكي المسلم وقال له هذه رسالة منك غير مباشرة لكل مسلم صغيرا كان أو كبيرا ذكرا كان أو أنثى عالما أو متعلما صالحا أو طالحا ألا يحقر نفسه بسبب ذنوبه ويقصر في الدعوة إلى الله لقد كنت يا مصطفى دليلا على ذلك فقد أسلمت عن طريق شاب بعيد عن الله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر